مشاهدي قناة زمالك في كل مكان اهلا بحضراتكو حلقة جديدة من زمالكاوي كل يوم جمعا نلتقي بحضراتكو في حلقة استثنائية اليوم بضيف استثنائي هنعرفه بعد شوية من دلوقتي لكن يوم سعيد لكرة القدم المصرية فوز منتخبنا الوطني على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف واحد اداء مفيش احلى ولا اروع من كده ظهرت بصمات فيتوريا بشكل ما في لقاء اليوم نتيجة تفرق كتير جدا مع منتخبنا الوطني في التصنيف الدولي تبقى لحصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم طبعا لا صوت يعلو كان فوق صوت منتخبنا الوطني في لقاءه اليوم امام المنتخب البلجيكي لكن عندنا حلقة استثنائية اليوم هنكشف فيها العديد من التفاصيل وهنكشف فيها العديد من الحقائق اللي يمكن تاهت وسط الايام الماضية لكن الحقيقة الوحيدة المؤكدة ان مصر بلد ودولة عظيمة جدا جدا قوية بكل مؤسستها قوية في كل تنظيمتها قوية بمؤتمرتها قوية امام العالم كله بعد يمكن نجاح مؤتمر المناخ منقطع النظير وشفنا نجوم العالم كله في محافظة جنوب سيناء وشرم الشيخ مع سيادة الرئيس حاجة في منتهى الفخر والروعة بلا شك عدت الايام الصعبة اللي فاتت ان شاء الله نتمنى ايام افضل في الفترة القادمة افضل على المستوى الاقتصادي افضل على المستوى الاجتماعي افضل على المستوى الثقافي افضل على المستوى الرياضي افضل لنادين الحبيب نادي الزمالك وان كان ظروف صعبة جدا 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 مش اخبئ على حضراتكم بيمر بيها مجلس ادارة نادي الزمالك برأس المستشار مرتضى منصور وايضا الظروف المادية الصعبة بعد الحاجزة على اموال نادي الزمالك لدى البنوك المصرية وسط متطلبات مادية كبيرة جدا للاحتراف ليس في كرة القدم فقط لا في السلة والطائرة واليد ورغم هذه من كرة السلة اليوم لكن قدم لعابه كرة السلة اداء رائع جدا جدا رجولي ظهر فيه الكابتن احمد ماري على احسن ما يكون ولعاب الفريق الاول لكرة السلة على احسن ما يكون براحب بديوفي ومنجومي هبدأ بفقرتنا الاساسية علي ميني هبدأ بالكابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي نجمه منتخبنا الوطني اللي مشرفنا في قناة نادي الزمالك والمستمتع بيه كل يوم الجمعة مصطفى اهلا بيك شرفني ومنورني ومنستمتع بيك دائما اهلا خائد اهلا بيك وحشتينة وانا بشكر ادارة نادي الزمالك ادارة القناة على الحال انا مجيتش فيها عشان ماير بنتي سلامات تعليقات كلها على الكلام من السيد محمد وطبعا والاخ والصديق العزيز جمال عبد الحميد وانا بشكر الناس اللي سألت على بنتي وعلى الاهل والاصدقاء والحباب من بر مصر جوه مصر وربنا ان شاء الله يعديها على خير ان شاء الله وانتو وحشتين يا كابتن مصطفى وانتو كمان وحشتوني على شمالي نجم مصر وكابتن منتخب مصر في كاس العالم تسعين كابتن جمال عبد الحميد اهلا بيك كابتن جمال مشرفني ومنورني اهلا بيك كابتن خالد انت لو حشنا والله كنا نسوا مع بعض مجزد وراء والمبارة نوحشني على الهوى من مجلس الاندراك نوحشني جدا جدا على الهوى طبعا وبنقول لكابتن مصطفى عبد الله على السلامة وقال السلامة على ميار بنتك ان شاء الله تنب السلامة بإذن الله ان شاء الله شافع الله وعفاهم طبعا اسمك ترحب بجوفك اشان هانا رحب بيهم بعدي طبعا كتبنا صحفي الكبير والناقد الكبير جدا جدا والستاذ محمد ركب احد القماية الصحفية الكبيرة اللي مشرفنا وينورنا دائما في قناة زمالك اعلم بيك يا رسول محمد وانا سعيد بوجودك معك وبسعد بيك يا رسول محمد وجودك معنا وبسعد لما تكون صحتك الحمد لله والرجل يمين شغالة والشمال شغالة تنفرق كتير في معنوياتك انا عشت اتعمر يا ربنا خليك وطبعا سعيد بوجودك مع كابتن مصطفى يونس حبيب محمد والف 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 مليون سلامة انت لسان محترم وكابتن كبير واسم كبير وربنا خليك حبيب محمد وانا بشكرك جدا جدا على الكلام الجميل اللي انت قلته عليا الناس قالوا لي الحقيقة كنت نايم حتى انت طلبتوني لانا كان بقال يومين تلاتة مكتش نمت ربنا يا خليك وبرحة طبعا كابتن مصر اللي خد ريكارد ويمين وشمال في كاس العالم احنا دخلنا على اجواء وكاس العالم جمال عبد الحبيد طبعا جمال عبد الحبيد ده في كاس العالم بتكره على طول طبعا طبعا واستاذ منتصر رفاعي للمواكد الرياضي الكبير الجريء الجريء والصريح والمثقف جدا من وجهة نظري منتصر رفاعي اهلا بيك يا سيد منتصر مشرفنا ومنواكد اهلا بيك كابتن خالد وانا دايما بقول ان انا بتشرف ان انا موجود مع عقامات رياضية وصحفية واعلامية كبيرة جدا بقدر الناس اللي موجودة على يعني مائدة او طربيزة قناة نادي الزمالك بشوف انه دي من دعوات امي ليه ان انا بقى موجود مع قيمة كبيرة جدا بحجم النجم النادي الاهلي حبيب منتصر الاصلي الكابتن مصطفى يونس طبعا الرجل اللي تعلمنا منه الصراحة وانه بيقول اللي عور انت عور في عينه ما بيخافش في الحق لو متلائم وده عهدنا به طول عمرنا من سنين جديدة من اول ما تخلنا مجال الصحافة واحنا بنعمل معه حوارات الكلام ده من 20 سنة هو مصطفى يونس ما تغيرش ولا تبدل مهما يحاول البعض يعني انه يعمل انه متفاجئ انه من صراحة دلوقتي انما كابتن مصطفى يونس طريق كبير جدا وطريق عريق طبعا متأكيد شرف كبير لان انا موجود معاه ومشرفنا في نادي الزمالك طبعا استاذ ناصل محمد رجب يعني انا بيعتبره زي والدي وابنتعلم منه دايما كل ما هو يعني ذو خلق ويعتبر يعني استاذ في المهنة دايما بننهل من علمه طبعا حضرت كابتن خالد طول عمرنا معاك وبناس عد دايما بيك طبعا يعني شاهدت مجروح في كابتن جبال عبد الحميد كابتن مصر ونادي الزمالك زي ما بقولك ونا متفرج عليه احنا وصغيرين وكان حلم كبير جدا ان احنا في يوم الايام نشوف نتصور معه مش انه يكون يعني فضل ربنا علينا كبير وطبعا من ساشم السور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي هو جمع الكوكب دي كلها وصاحب الفضل في انشاء قناة نادي الزمالك انه تحلين الفرصة التواجد مع هذه القامات الاعلامية والرياضية كبيرة جدا زي ما انا قلت حضرتكو في بداية الحلقة كانت ايام صعبة وكل متوقع وشامتين في بلدنا والكارهين لبلدنا والكارهين للتقدم والتطور وحاجات كتيرة جدا والامن والسلام عدت الحمد لله على خير كما توقعنا والنهاردة خلاص ختام يعني 18-11 ختام المؤتمر العالمي الكبير لكل فخر بوجوده وفخر كأنه مصر في جمهورية مصر العربية بنجاح المؤتمر منقطع النظير على المستوى الرياضي بقى النهاردة كان فيه نجاح في منقطع النظير او على المستوى الكرة وانا حابب ابدأ به النهاردة الحلقة دائما وابدا بنبدأ بالام والام هي مصرنا الحبيبة العظيمة ثم سندخل الى الندينة الحبيبة العظيمة اللي بمر بمراحل صعبة جدا جدا لكن كعادتي دائما ودايما بطلع اقول في برامجي وسواء كموزيع او كضيف ان انا دائما متفائل رغم الظروف الصعبة لازم تقاتل رغم الظروف الصعبة عندنا مجلس ادارة مقاتل برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الادارة رغم الظروف الصعبة جدا جدا المادية وغير المادية اللي بيمر بيها مجلس ادارة نادي زمالك لكن صامد بقوة امام كل التحديات لسبيل جمهير نادي زمالك العظيمة الكبيرة الشامخة في كل البلدان العربية وكل البلدان الافريقية وعلى مستوى العالم وايضا لأعضاء ندينة الحبيب اللي يمكن كل يوم بنفكر مليون مرة قبل ما نعمل حاجة تسعى نسعى فيها لتقدم ندينة الحبيب والأعضاء نادي الزمالك العظيم الكبير السرح الرياضي كاتن مصطفى كابتن جمال حابب ادخل في لقاء مصر وبلجيكا ومن وجهة نظر نتيجة رائعة لمنتخبنا الوطني هبدأ بيك كابتن مصطفى ودايما انت بيبع عندك انتقادات لمنتخباتنا الوطنية لكن النهاردة على الأقل شعرنا ان احنا عندنا منتخب قوي قادر على الفوز امام منتخب كبير زي المنتخب البلجيكي رغم ان احنا مش مشاركين في كأس العالم القادمة اللي هتنطلق بعد ايامه نتمنى لدولة قطر الشقيقة كل التوفيق ان شاء الله في تنظيمها لهذه البطولة العالمية الكبيرة اي نعم كنا نتمنى ان احنا نبقى موجودين هناك لكن نتمنى لكل اشققنا العرب واشققنا في القرى الافريقية كل توفيق ان شاء الله ونتمنى لقطر الشقيقة ايضا كل التوفيق في التنظيم لكن النهاردة منتخبنا يعني زي ما بيقولوا حاجة كده من ريحة المنتخبات الكبيرة اللي في كأس العالم قدرنا نفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد اولا انا سعيد جدا تاني اللي موجود معاك وقبل ما نتكلم على الماتش لازم نبعد بكل تمانياتنا بالشفاء النجمين كبار جدا 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 انا عشرتهم كابتنك كبير وكابتن ناديل اسماعيلي في العصر الزهبي كابتن ساد عبد الرازق ربنا يشفيه وعافيه ونجم من نجوم المنصورة لانا بحبه جدا وكنت بحب يتفرج عليه الحقيقة كابتن محمد الشال انا اتمنى له الصحة والعافية ان شاء الله ويقوم بالسلامة ويمكن انا تواصلت مع الشال النهاردة لكن للاسف ما عرفتش هتواصل مع كابتن ساد عبد الرازق فمتمنى لهم يشفيه نجمان كبار جدا جدا يا سيد منتصر محمد بيجيمي الحقيقة قبل ما اتكلم على المنتخب لازم يعني نفتخر بهذا التنظيم العظيم من دولة قطر الشقيقة لان اللي انا بنتابعه الى 24 ساعة ما يحدث في قطر شيء يسعد نحن كعرب نسلم ده بقى من السياسة والبتاع ده ماناش فيها احنا عرب ويهمنا هذا النجاح المنقطع النظير فتحياتنا وقلوبنا معاكو وان شاء الله يبقى زي ما بيقولوا في قطر هتبقى بطولة مميزة عن كل البطوات اللي فاتت فبالتوفيق ان شاء الله وكنا نتمنى ان احنا نبقى موجودين يعني طبعا لكن عندنا منتخبات عربية واحنا طبعا معهم كلهم ويعني قبل ما خش برضو في المنتخب لازم نشكر هذا المزيع المتقلق العاشق لمصر عامر عبدالله عامر عبدالله انا بحييك من هنا من قناة الزمالك ومن مصر ويعني مش عايز اقولك ان هو ابكاني وانا بتفرج عشان الناس تعرف عظمة هذه البلد او هذا الوطن اللي الناس جواه ما يعرفوش امته امت هذا الوطن والدفاع عن هذا الوطن اللي هو كل حاجة في حياتنا لا اهلي ولا زمالك ولا اسمعي ولا اي حد يجي يعني هفوة في وطنيتنا وفي مصريتنا وفي حبنا لبلدنا لو اتكلمنا على الماتش النهاردة الحمد لله احنا نزبط عكورة واعتقد ان احنا بنفهم وانا سعيد بوجود ولادي النهاردة اذا كان محمد صلاح ولا النني ولا حجازي ولا الشناوي ان هما في المنتخب ومن اعمدة المنتخب وفي غيرهم كتير في عمر عبدالقى في عمر جابر وفي محمد ابراهيم لازم يكون موجود لكن انا سعيد بيهم جدا وخاصة النجم الكبير اللي مشرف العرب قبل مشرفنا حتى طبعا وهنا خليني استغل قناة الزمالك والملايين اللي بيتفرجوا علينا يا خالد بتتزعي لي حاجة على اليوتيوب او على السوشال ميديا ان انا بتكلم على الاحسن اللعيبة ومتجيب سيرك محمد صلاح معقولة تن محمد صلاح محمد صلاح برا الحسابات دي خالص هو انت بتقدر تقول له مكلسومة لسوزان عاطية تقدر تقول له مكلسوم ولا حنبولة ما تقدرش مكلسوم هي مكلسوم عبدالوهاب هو عبدالوهاب فمحمد صلاح مفيش وجه مقارنة بينه بين اي لعيب لعب كرة في مصر مش مش كرة بس يعني بص اللي صورها عبقري صلاح وإيجبت طبعا يعني حاجة عبقري صلاح بقى يخونة عالمية وهنا احنا بنتكلم على ارقام بنتكلم على اللعيب كرة صنع الفارق في العالم كله وإحنا بناخد بنشوف وحسن لعب في العالم وهو تظلم على مدار السن اللي فاتت دي كلها مع كريستيان ومع ميسي صلاح ما ينفعش اتحط مقارنة مع اي لعيب من ساعة الخليقة لحد ما نموت إلا مصر واللادة ونأمل ان يجي مليون صلاح فدي كان نقطة مهمة جدا الماتش بقى يا خالد إداري لأن احنا بقينا نمشي وراء السوشال ميديا السوشال ميديا عايزة خالد لطيف نجيب خالد لطيف نمشي خالد لطيف نمشي خالد لطيف لكن ما اعجبني في هذا المدرب شكل العيبة في الملعب سيبك بالمكسب وخصب ما انت ممكن تخسر هو مين كان يعني يعتقد ان احنا ممكن نكسب الناس دي حد فكر فيها انا مراتي كل شو هتقوله عمر وعلي عمر هنشيل ابح مصطفى هنشيل ليه احنا في المواقف دي اللي همني في الموضوع يا خالد شخصية لا حاجة تانية يا محمد بيه بردو ما ديش خصية المدرب شكل اللعيبة في الملعب تنظيم تنظيم اللعيب اللي احنا بنهاتي بنهاتي بقالنا سنين احنا ما بنعرفش نقف الراجل اللي مش اسمه هي منتصر كرش كرش قالك ما عفوش يقفه في الملعب النهاردة تعال بص يا جمالي عبد الحميد وانت راجل نجمة قد الدنيا اللعيبة بتتحرك كتلة واحدة مين مش مال ورا قدام هو ده بقى بقى شوف بقى ناس تنزل وناس تطلع وناس تتأخر وناس تزيد انا سعيد جدا لكن احنا لسه قدامنا وقت طويل قوي المكسب النهاردة مش المكسب ده انا بالنسبة لي المكسب اللي انا بحكي عليه ده ان احنا نقف نعرف نقف في الملعب فانا شايف في النهاردة انها بداية زي ما الراجل بتاعنا بتاع النادي الاهلي لما شفت مطس الاسماعيلي قلت لأ في حاجة في الملعب مع انه لسه لسه يدوبك مستلم لكن بيبان البصمة من البداية لكن مش هنحكم على الاخر طبعا لسه لسه هنتكلم ونحن بزر بزر خبرة دولية لو انا مش على هوا كنت قلت كلم عايب لا ما تقولش مش اقرفتونا اقرفتونا من التحليق يا خالد عشان انت بدأت بكلام يا خالد يا خالد يا خالد احنا تعبنا من الكلام ده خدناها لسه اللي يتكلم في الكرة اللي يتكلم في الكرة بتاعه الكرة مو هلسه بقى هنختلف دلوقتي وهاقولك مين هم بتاعه الكرة بس نروح لمعلق كرة رائع امراطي هنتكلم كابتن عامر اهلا بك معانا معلقنا الاماراتي الجميل اللي علقت على لقاء مصر وبلجيكا يمكن اللي اسعدت الملايين من مشاهدينك سواء في مصر ولا في الدول العربية كلها متألق دائما وبنشكرك على هذا التعليق الجميل اول شي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام وأهلها الامنين المطمئنين أهلها الامنين المطمئنين الله الله يديمها عليكم يا رب يا رب ربي ما يحرمكم ولا يحرمنا منها نعمة الامن والامان يا رب تحية لك كابتن خالق كابتن جمال عبد الحميد كابتن مصطفى يونس أستاذ محمد رجب أستاذ محمد رجب مدرس النقاعي أهلا بيك أهلا بيك بريقناتكم الموقرة وأنا سعيد جدا 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 بالمداخلة معاكم وكلامكم الطيب اللي فرحني فصراحة إنه عندنا معلق رائع جدا من دولة شبيقة الشعب المصري انت حديثه النهاردة طبعا والله بجد يعني نشكرك هم شعب كريم بطبيعته كريم في مشاعره وكريم في نقل محبته وهذا علاقتنا مع مصر ما اقدر اوصفها بكلمات صراحة لكن هي فرصة ان الواحد يعطر عن محبته لمصر لدورها لقيمة المنتخب المصري لقيمة الجمهور المصري لقيمة الاعلام المصري مصر هي الرائدة مصر هي الطليعة مصر هي المعلم الاساسي مصر هي يعني نقرات الامة شيخ زايد رحمة الله عليه يقول اذا مصر بخير نحن كلنا بخير هذه الحقيقة اذا تبغيها على الجانب السياسي الجانب الاقتصادي الجانب الامني مصر بالنسبة لنا تعني الكثير ونتفاخر نحن وابناء الامارات نتفاخر بان نحكي لابنائنا كما حكى لنا اباءنا عن دور وفضل مصر علينا فاحنو نتباهى بذكر فضل مصر علينا على مظهر السنوات الثواجة الله يعني كلام جميل جدا وكلمات جميلة معبرة مؤثرة كابتن عامر قلت يعني مصر الرائد ونبراص والطليع ويعني وزي ما حرق قلت يعني دي كلمة كبيرة جدا نا مصر بخير كل الدول العربية بخير أستاذ محمد عايز تقول حاجة للكابتن عامر يعني ساقيت جدا بين مهاردة الحقيقة يعني هو يعني زاد من متعة المطش المطش حلو منتخب حلو المعلق أحلى بقى واخبالك يعني تحس انه هو يعني شارب مني المصر اتربى بحواري مصر واخبالك مصري واخبالك فودي شمت العرب الحقيقة احنا من غيرهم يعني ولا حاجة وهما من غيرنا ولا حاجة أنا بس عايزه الله حاجة اتفضل لكابتن جمال كابتن معاك كابتن كابتن جمال عايز يقولك حاجة عايز مدخلة على كلامة أستاذ محمد عامر من نروح لكابتن جمال اتفضل لكابتن عامر اللي 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 أولا أقوله جميل أن نعطر دامنا أحياء بمحبتنا البعض صح بتأخينا لبعض صح اليوم مباراة هدية صحيح فوض على بلجيكا مش من أمره هيا المنتخب ورشح بكأس العالم صح لكن هذا يأتي بعد ماذا بعد حالة تشكي كبيرة جدا من الخرى المصري وحالة عدم الصعود لكأس العالم وفترة تأكيروش وفترة خسارة كأس أمم أسريكية وكأن هناك من يريد إلى التفديد أن هذه المكانيات اللاعب المصري لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك لا اليوم اللاعب المصري نحن نعرفه نعرف تينته ونعرف إمكانياته والناس كلها تتكلف على الفلاح وعلى التفديد وعلى خطفة وعلى الأسماء اللامعة صح لكن إذا تبغي تعرف شخصية اللاعب المصري من قديم الأدل شوف أكرم توفيد صح شوف من وجهها من الدقائك الأولى أنت تشاهد مقاتل مقاتل صح صح يعني لاعب درجة مقاتل صح نعم هذا هو هذا اللاعب المصري بطبيعة اللاعب المصري ممكن في بعض المواهب تكون شحيحة أو مستوياء لكن لا يفقد روحها اللاعب المصري في كأسهم المصري مصر ما كانت في أفضل حالتها لكن لم ترضى أنها تخسر خسرت ذلك لا تنفيح الصعود لكأس العالم كان مستحق للمنتخب المصري ولكن على أفريقيا أن تحتلم ذاتها وأن تحتلم منتخباتها وأن تقام المنافسات الرياضية بشكل صحيح الأنبيا المصرية والمنتخبات المصرية لا ذنب لها أنها تواجد اتقارة إفريقيا على الإمكانيات المحسنة صح إذا الإمكانيات هذه مش متغفرة في دول معينة يا أخي لا تستضيف الموضاريات لا أعد مثل محمد فلاح يعني سنت موديه الكاميرون وفي أزمة كورونا حتى حتى الاحتياطات الطبية مش موجودة يعني أفريقيا تجامل على حسابنا فهه ما أتنهي هي موضوع انتخابات أو شيء لكن كل مباراة نشوفها لمنتخب مصر الخارج أرضى أو للأهل أو للزمان يستثنى بعض الدول العربية طبعا في أفريقيا لا معاناة لا ملعب زي الناس لا مدرجات زي الناس لا دخول لا أمن لماذا كل هذا مفروض أنها ترتقي أفريقيا باتحادها المحلي الدول اللي توفر الاشترافات واحدة ثلاثة زيها متوفرها مصر وتحاسبونهم على على كل شغلات يخي هذه الدول اللي توفرنا واختبار خروج مصر أنا احترم منتخب غاني منتخب سنقال وأقدرا وشبابا طبعا لك فلعالم لكن مش هو اللي أخرج منتخب مصر اللي أخرجه يضرور أفريقيا اللي لا تحترم حقيقة يعني الامكانيات الحديثة في كرة القتل يعني معقول هذا محمد صلاح اللي انكثر الدنيا في البريمير ليج مثلا في مباراة سنجال ما يقدر يمشي كورتين هل هو هذا الشخص نفسه المشكلة مش في محمد صلاح ولا في تريزيجي ولا في لعبة مصر مشكلة في البيئة المحيطة كلامك مزبوط ما في المية كابتن جمال كابتن عامر انا جاي النهاردة عشان كنت اول حاجة اعملها ومعرفش ان هما هي التسلوين انا اشكرك على الهواء على اساس ان انت النهاردة كلمت عن مصر كلام جميل جدا جدا كنت اقول لهم الكابتن عامر المعلق خلاني اتفرج على المباراة وانا مستمتع واحدة حاجة في المباراة ان انت وصفت المصر في طريقة جميلة جدا جدا مشكرك عليها وطاني حاجة عشان انت معلق جميل ودارس وعندك خبرة وراجل نقدر نقول بتقرأ كتير اما زيزو نزل 25 وما كانتش عندك الرقم دوت بعد ما عرفت ان هو زيزو الكلمت عليك واس اوي اوي ده زيزو حسن العفو مصر ده زيزو نجم الزمالك ده زيزو اللي عفو بلجيك قبل كده يعني الخبرة دي انا كنت سعيد جدا ان انا باسمع واحد زي حضرتك كابتن واشا هذا من قيمة وقامة مثلك هذا شيء انا اعتذف فيه من كل مصري من كل مصري حقيقة وصلني على عبر التواصل الاجتماعي هذا الكلام الطيب وهذه المشاعر الطيبة انا اه يعني ابغى اقولكم كلمة في الختام مصر تعني لنا الشيء الكثير في حياتنا احنا عارفين الحقيقة مصر احنا عاوزين نشوفها في احلى صورة مصر يعني حتى اليوم انا استطردت في المباراة تتكلمت عن مثلا عن الجيش هذا الجيش العظيم صحيح اننا نتتكلم على مباراة كرة القدم وخدمة الموضوع هذا ما لا علاقة لكن احيانا الرسائل ممكن توصل هذا الجيش العظيم هذا الجيش اللي شرف العرب هذا الجيش اللي رفع راية العرب هذا الجيش اللي استطر هذا الجيش اللي كلنا كعرب مدينين له طبعا فمصر بالنسبان محل فخر محل اعجزان قيمة كبيرة جدا وسنراها في القريب العاجل في المكانة التي تتحقها شاء الله شاء الله سيدس منتصر عايز يقولك حاجة قبل ما نودعك يا كابتن عامر كابتن عامر حضرتك بتكلم على مصر بمتاع الحب والرسالة بتاعت حضرتك النهاردة يعني وصلت لكل المصريين او للشعب المصري لانك كنت بتتكلم من قلبك بمتاع الحب احنا كمان كمصريين بنفخر بالشعب الاماراتي والقائد السياسية للشعب الاماراتي وعمرنا ما حننسى دور الامارات جنب شقيقتها مصر دائما كنتوا السند والعون والدعم المصر في المواقف الصعبة قبل الافراح زي ما بنقول بالبلد كده عمرنا ما حننسى يعني وقفتكم معنا في حرب اكتوبر حرب الكرامة عمرنا ما حننسى وقفتكم في مع جيشنا ومؤسسات دولتنا الشعب الاماراتي هو الشعب المصري نسيج واحد وقلب واحد زي وزي الشعب السعود زي الشعب الكويت كل الاشقاء العرب انما الاماراتيين للامانة وبكل فخر لما احنا بنروح الامارات بنحس ان احنا موجودين بين اخواتنا واهلنا وناسنا منذ ايام قليلة يعني احتفلنا بمرور خمسين عام على العلاقات المصرية الاماراتية على اهمش كاس السوبر كان او يعني ايبان كاس السوبر المصري الاخير بالتأكيد العلاقة دايما رزقة ودايما اذا كنتم تحب مصر اراط احنا بنحب الامارات 24 اراط الله يحبك الله يحبك يطول عمرك ولا ننسى الفضل دائما لأصحاب الفضل أصحاب المواقف الأولى لا تنسى من علمني حرفك انجي يا مصر شكرا يا خالد ربنا يخليك ربنا يخليك وبشكرك على مكلمتك الجميلة وبشكرك على تعليقك الجميل وبشكرك على فهمك وسرعة بديهتك وخبرتك زي ما قال الكابتن جمال والاستاذ محمد قد نقطة مهمة جدا ويمكن عشانها معلق قبل ما كون مزيعه ده شرف ليا ان المعلق فيه المعلق انواع او درجات المعلق الجاي دي اوز محمد اللي يقدر حتى والمطش عالي يقدر يرفع بيه لأعلى مستوى مطش نص نص يطلع بيه لأعلى مستوى بس احنا بنفهم الكلام ده خلي بقى احنا بنفهم الكلام ده ككراويين مانا بقولك كراويين وكرياضيين لكن مش كل الناس يا كابتن مصطفى عارفة ان المعلق ترمومتر المباراة ممكن يبقى المطش حلو جدا بس المعلق اللي يخليك تنصرف عن المطش ممكن يبقى المطش وحش جدا والمعلق هو اللي يجذبك للمطش فالمعلق يعني زي ما احنا بنقول الحكم شيء مهم جدا في مباراة كرة القدم المعلق الرياضي شيء مهم جدا جدا في كرة القدم وحنا عندنا معلقين كبار مصريين خايف اقول حد وانسى حد لكن مدرسة التعليق الرياضي في مصرنا الحبيبة من زمان الحمد لله الحمد لله حتى زي ما قال الكابتن عامر يعني احنا رواد في التعليق الرياضي والتعليق على كرة القدم من زمان ايام الكابتن محمد لطيف والكابتن علي زيور والكابتن حسين مذكور والكابتن ابراهيم جويني خايف انسى حد لكن دول وكابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحة وكابتن محمود بكر وكابتن حمد أمام انا بكلم على الاجيال الاولى اللي عملت اللابنة الاساسية للتعليق والاستاذ محمود بدر الدين طبعا العملاق الاستاذ فاهم عمر عملاق الازاع الاستاذ اسماعيل عبد الفتاح يعني كل واحد من دول قيمة وقامة يعني كان حجر أساس لمدرسة تعليق الارجاضي اللي كلنا بنفتخر ان احنا ننتمي اليها حابب اسمع تعقيبك كابتن جمال النهاردة قالك يا ناس يا عالم هل تصدق ان مصر خارج كاس العالم احد المقولات الشهيرة النهاردة للكابتن عامر لو مصر كانت في كاس العالم لا كانت فازت به وتفوقت على الجميع صلاح بيدلعت رزيجيه ده الحاجات اللي قالها السيد محمد ان هو شعر ان عامر في وسطنا طبعا 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 اولا يعني احنا بدأت انتبه المقال كده المقال مصر لو ده اخد كاس العالم هتنافس على كاس العالم وتاخد كاس العالم مم فانا طبعا بدأت انتبه للمعلق ده ايه المعلق ده لك من تخص نحظكم ان مصر مش نحظكم اه ايه المعلق ده خلينا نتكلم في احنا موصلناش كاس العالم ليه احنا موصلناش كاس العالم علشان ملعبناش ماتشين والدين ممكن نبقى في تصنيف اول ونلعب تصنيف تاني فنوصل ونبدأ على السنغال والجزائر والفرق بلادات نوصل مع تصنيف تاني ممكن نكسبه ونوصل لكاس العالم في حد خد باله ان دولة يعني مش عايز اقول ضياء ومصر في الكورة حدش خد باله ان دولة عملوا حاجة غلط فيبتدي نقول لا يعني مش عارفه ليه يعني انت عندك المنتخب انا الاكاديميات والبراعم والناشئين والفريل اول واليلومبي والفريل اول كل ده في الاندية بيلعب عشان ايه عشان يوصل واحد لمتخب مصر يعني كلنا بنلعب عشان مصر صح اما جينا في الفترة بتاعت الماتشات الودية لغينا الماتشات الودية كانت لجنة في اتحاد الكورة وكان مدرب مصري قال انا لغيت علشان اللعبة مرهقة وعندها ماتشات افريقيا او الزمالك تلعب من افريقيا والاهلي تلعب من افريقيا وطلعنا من السناغال في بطولة افريقيا الامم افريقية وطلعنا من كاس العالم كل ده عشان ايه عشان مرددش هلعب ماتشين ابقى في تصنيف اول عشان هلعب واوصل كاس عالم المحفل الجميل اللي احنا كلنا بنلعب عشان كده كلنا اللعيب الصغير اللي عنده خمس سنة في المدرسة في الاكاديمية لغاية اللعيب اللي عنده ستة وثلاثين سنة كل دولو بيلعبوا عشان منتخب كل دولو عشان يلعبوا عشان يلبسوا في نية مصر صح انا لعبت كثير جدا للاهلي لعبت كثير جدا للزمالي انا بقول ما لبست الفلين مصر بيتمش مساعدة ان انا بمثل كنساتها كامل خمس سبعين مليون بمثل خمس سبعين مليون فدلوقت اللي بيلبس في نية مصر بيمثل مية وعشرة مليون فانت بتلعب عشان كل ده وتاج اقول لا معلش اللعيبة احنا مش عايزين عشان عشان الاندية لا 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 احد ده كان غلط كبير جدا ان شاء الله مش عايزين نحاسب حد ولكن نتعلم منه نتعلم منه ان مصر اولا مصر اولا مش عايز طبعا انا تعرف احنا البرنامج الروح الرياضية مش عايزين نعاقب حد ولا نقف لحد ولا بتاعه ولكن نتعلم بقى ان مصر فوق كل شيء مصر هي اللي اولا كان زي ما دلوقتي يقعدين مبسوطين انت خالف فريد مصر ده وعنده مدرب زي ما انا كابت المصطفى مدرب جميل زي ده لاحزنا ان هو بيحرك اللعيبة كل واحد يعني كل مجموعة في حتة فممكن على الاقل يوصل دور 16 على الاقل يوصل دور 8 على الاقل مش لازم ينافس ولكن نبقى على الاقل عدينا مرحلة الخوف من احنا نروح كاس عالم انما اللي حصل طبعا كان ضد مصر كان ضد الكرة المصرية يعني وكان وحش اوي فانا اتمنى نتعلم من الدروس دي انا عايز اكمل كلام جمال وكلام الاولان مهم خلو بالك مصطفى عشان المشي قد تدي انا مولتش مستعجلين مستعجلين اه اقلت مصطفى عشان انا بنسب انا على الفكرة انا مولتش اسماء لا 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 مش هقول اسماء مش هقول اسماء انا عز انتم مستعجلين هنروح لفصل لسا عادين انا عادين لغد ساعة تنين وعندنا ديفر استثنائي لسا جاي وعندنا منفجات بس عادين وإحنا هنتكلم اكتب يا كابتن مصطفى واعدين مع بعض هنروح لفاصل نرجع تاني بس يعني أنا بشكر الزملاء على طول ربطونا وجابونا تقرير عن أحد عمالقة التعليق اللي أنا قلته ويشرفني أنه هو يكون جدي الكابتن محمد لطيف هنروح لفاصل ونروح لتقرير ممكن نأجيله شبا عشان خدر كابتن مصطفى لا لا ده بالعب لتقرير عن الكابتن محمد لطيف أحد رواد التعليق الرياضي في مصر وهنرجع تاني لسه مع كابتن مصطفى والكابتن جمال وستاذ محمد وستاذ منتصر بعد الفاصل والتقرير الكورة جوال الجيات أكتر من الريحات وغيرها من عبارات شيخ المعلقين الرياضيين الراحل محمد لطيف التي لا تزال عالقة وخالدة في أذهان وقلوب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي ويعتبر محمد لطيف أحد أبرز نجوم فريق الكرة بناد الزمالك ومنتخب مصر وأشهر من علق على المباريات الكروية في الزمن الجميل ولد لطيف في الثالث والعشرين من أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وتسعة بمحافظة بن سويف وانضم لصفوف الزمالك في نهاية العشرينات بعد أن اكتشف حسين حجازي موهبة وتمكن من تدوين شهادة ميلاده الكروية لدى أنصار ميت عقبة في مباراة ودية أمام الأهل سجل خلالها أول أهدافه بالقميص الأبيض وكان محمد لطيف ضمن كتيبة المنتخب المصري التي مثلت الكرة العربية والإفريقية في مونديال إيطاليا عام 1934 كذلك في دورة الألعاب الأولمبية ببرلين عام 1936 كما كان لطيف من أوائل من طرقوا أبواب الاحتراف الخارجي بانتقاله لصفوف رينجورز الاسكتلندي في فترة الثلاثينات واعتزل لطيف لعبة كرة القدم في عام 1945 وتوجه لمجال التحكيم وأدار العديد من المباريات الكبرى داخل وخارج مصر على مدار سنوات طويلة ثم عمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب أحفاد الفراعنة في عام 1948 واتخب محمد لطيف خطوة مميزة في مشواره العملي باقتحام عالم التعليق الرياضي بالإذاعة والتلفزيون المصري بداية من سبعينات القرن الماضي وتميز بأسلوبه السلس وصوته المميز وعباراته التي وصلت سريعا لقلوب جماهير اللعبة ليصبح قامة كبيرة في عالم التعليق الرياضي بالوطن العربي ويلقب بشيخ المعلقين واستمر لطيف العمل معلقا على المباراة الكروية والأحداث الرياضية الكبرى وعلى رأسها بطولة كأس العالم ومباريات القمة التي جمعت الزمالك والأهل على مدار عقود عديدة حتى وافته المنية في السادس عشر من مارس من عام 1990 ورحل عن عالمنا تاركا ذكريات خالدة لعشاق المستديرة في الوطن العربي على مدار تاريخه لاعبا وحكما ومعلقا متميزا رحم الله أسطورة الزمالك وشيخ المعلقين محمد لطيف رجعنا لحضراتكم مرة تانية ويمكن تبعنا تقرير كابتن محمد لطيف وشوفنا أغنية من أغاني الزمالك الجميلة اللي بنستمتع به دائما ومفرحنا دائما كابتن الصفة كنت حابب تكمل كلامك على منتخبنا الوطن والمباراة الحقيقة الحقيقة زي ما أنا ما قلته وجمال قاله والناس كلها على السوشال ميديا بتشيد بالمدير الفني لكن إحنا عندنا خلل الجمال بيتكلم على إزاي إحنا خرجنا من كاس العالم وإزاي خرجنا من بطولة أفريقيا وإزاي 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 طيب أساساً القاعدة إيه خالد أعطيفكم تلاجلكون تعدوا مجلزات تحد الكرة قاعدة بأمانة يعني وما شهزعلوا مني كلكم إحنا ما نروحش كاس عالم إنت عندك قطاعات ما وصلتش غير تلاتة كاس عالم خالد خالد إنت عندك إنت ممكن ما توصلتش كاس عالم بس إنت بتلعب كرة أمان مش بتلعب حكشة صح هو ده الفرق طيب لما تيجي تبص على القاعدة كل فرقك اللي تحت المفروض اللي هي الخط التاني للفريق الأول خرجوا من كل بطولة أفريقيا طبعا يبعيز كرة منين يا جمالي عبد الحميد صح يعيز كرش ولا إيهاب جلال ولا حسام البدري يعملوا كرة منين مظلومين تعالى شوف الراجل قال إيه في التقرير في المؤتمر الصحفي فيتوريا إن هو بيعلم في الملعب وفي المحاضرات مش محاضرات بس مش كلام ده فيتوريا أيوة ويكروش قبلي قالك ده مش عارفين يقفوا بقى واضح إن المشكلة عندنا خالد أنا بقولي الكلام ده بقالي سنين طويلة ولازم من تحت وقلت هنا وأنا في قناة الزمالك لما أجب الناديين في مصر بيشتروا لعيبة أنا أنا بلعب من وانا تحت 16 سنة ضد الخواجة وغنم سلطان وفاروق عفر وعلي خليل وي 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 16-18 منتخب أسامة خليل ده أنا بلعب عليه وانا عندي 15 سنة و7 شهور أسامة ونتعرف مين أسامة خليل فأنا عايز أقول لك القعدة من تحت على أيامنا اللي ما كانت فيه احتراف ولا اغتراف ها ولا فيه احتكاك أصلا كانت لعيبة كرة وبعدين النقطة التانية الأهم يا خالد أستغفى الله العظيم يا رب قطاعات النشئين الفشلة دي احنا لازم زي ما قلت قبل كده مرانا وتكرارا احنا عايزين فكورة كامل الوزير ليعمل حساب لأهلي ولا يعمل حساب لزمالك زي ما جمال ما بيقول ولا يعمل حساب لسين ولا لصاد مصلحة البلد فين مش مصلحة الأهلي فين ومصلحة الزمالك فين المستشار يخش يديهم ألمين على وشهم يغيروا له الماتش أو احنا عندنا هاني بريدة غير لنا الدور الأولين كله فيتغير الدور الأولين كله عبل ما نشتري لعيبة ونجيب لعيبة ونجد الزمالك لا وقفل الدوري تلاتين يوم يقفلوا الدوري يبقى عايز كورة منين احنا عايزين يبقى عندنا يا جمال عبد الحميد نظام زي الراجل اللي جادنا على الهوى ده احنا اللي علمنا ناس دي كلها كورة احنا زي ما علمناهم التعليم والطب احنا مدربين كلهم الكبار فالمصيبة من تحت عشان يبقى عندها كورة لو الراجل ده الراجل ده عشان نلحق اكمل بس ده اهم من اي حاجة ته النهاردة اه اه اصلا ماير بنتي اتعبالي نفسيا فمعصب اه 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 فلو اللي بيعملوا الراجل ده جمال عبد الحميد اتطبق من تحت لما تيجي وتشيل حنبول لو تجيب سيد كنافة مش حيفرق لما تشيل جمال وتجيب مصطفى مش حيفرق سيستم فلازم فيه سيستم سيستم سيد محمد بسم ده الرحمن الرحيم فاضر اه طبعا السربيات في الرياضة المصرية عموما وفي كرة القدم خاصة كتير لكن ما حدث النهاردة نقطة ضوء في الظلام نبني عليها اصلي هنقعد نجلد في نفسنا مش هنخلص احنا في الموقت ده بقلنا سنين طويلة يعني من سنة التسعين واحنا مشتاقين قوي نوصل كالس العالم لا بس لو احنا عالفون وطمنتاشر لا عالفون وطمنتاشر يا خالد كانت ليها ظروفها الخاصة وما استمتعناش حتى بالأداء لأنه كان مدرب دفاعي بعد كوبل فأنا يعني كنت اتمنى ان النهاردة الشعب المصري كله يرتفع حولين الفرقة النهاردة المنتخب عامل شخصية جديدة عندنا مدرب النهاردة لا هو مدافع ولا هو مهاجم رجل عامل توازن بين الدفاع والهجوم انا شايف محمد صلاح النهاردة صنع العاب دي جديدة برضو يعني احنا دايما صلاح مرمي ناحية اليميل ممسوك انتهت الفرقة الا مركزية تسمح لي اخش محمد بيه معلكش حد عشان احنا بدي اكلم في الكورة اه حبيب في حاجة في الكورة انت معاك الكورة بتهاجم انت معاكش الكورة بتدافع هي دي الكورة بالزبط كده يعني 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 احنا انا مش عارف يعني كابتن مصافة احنا كنا متعودين نشوف فريق المنتخب بتاعنا يا اما بيدافع يا اما بيهاجم بيهاجم الدفاع وحش بيدافع الهجوم ما مفيش فكلام النهاردة الراجل زي ما كابتن مصافة بيقول هي فريق الموجة الوحدة الفرقة كلها طلعة الفرقة كلها راجعة النهاردة شفنا ادوار جديدة محمد صلاح شفنا ادوار جديدة بترزجين شفنا الهجمة المرتدة بتتعامل ازاي ففيه شخصية للمنتخب طيب احنا مش عايزين نهوس قوي في المنتخب ونتمنى يا رب المنتخبنا الوطني كل التوفيق في هذه المرحلة القادمة امر احناش كاس العالم لكن عندنا امنيات وطموحات كبيرة جدا 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 انا كنت حابب ابدأ الحلقة نهاردة بامنا ومصرنا الحبيبة العظيمة لكن زي ما انا قلت حضراتكم في البداية زمالك بيمر بازمة مادية كبيرة جدا 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 من كل الاتجاهات يمر بازمات من كل الاتجاهات الاكثر فيها مادية خلينا نتحدث بكل امانة يعني في كرة القدم وفي اللعبات السلة والطيرة واليد وفي معظم اللعبات الفردية والجماعية لغة المال هي اللغة الاساسية ان انت تتحقق بطولات وانجازات وقلت ان مجلس الادارة ملس المستشار مرتضى منصور صامد الراجل ماله شهرين وثلاثة وسط الازمات المادية اللي بتعصف بيئة النادي لكن هو قاقاءة سفينة بيحاول مع مجلس الادارة ان يبقى صامدا محققا بطولات وانجازات لكن يمكن مجلس الادارة واجتماع مجلس الادارة الاخير اللي كان يمكن يوم الاربعاء الماضي هرج المستشار مرتضى بكلام كتير جدا 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 لأول مرة منذ فترة طويلة يتحدث عن زمات الزمالك المادية بالورقة والقلم بكامل مجلس ادارته تعالوا نروح نشوف ماذا يمر بيه نادي الزمالك ويمكن حتى العنوان بتاع الفيديو كان بالنسبة لي مصادم لان انا ادرك وانا وجودي كامين صندوق داخل نادي الزمالك كلية الشرف مع المستشار مرتضى عارف قد ايه الزمالك بيمر بازمة مادية كبيرة جدا جدا طاحنة على مدار ثلاثة اشهر وبيحاول المستشار مرتضى حتى ما يوصلش ده سواء لعماله او لموظفينه او للعبته او لألعابه او لمدرين الفنيين لكن الراجل فاط بيل كيل هو مجلس ادارته تعالوا نروح نتابع التقرير عن مجلس ادارة نادي الزمالك يوم الاربعة الماضي ونرجع نستكمل حوارنا عن نادي الزمالك الحبيب دي كانت جلسة مجلس ادارة نادي الزمالك اللي في ازمة كبيرة جدا يمكن اول مرة النهاردة اتحدث عنها الازمة المادية بعد الحجز على ارصدته في جميع البنوك المستشار المرتضى خرج قال يعني او عطى تخيله ان القادم مش اسوأ لا هو اسوأ وبالفعل تبقى للمدخلات والمخرجات ويمكن انا عن نفسي بحب اتكلم بالورا والقلم اكثر من شهرين ثلاثة الحجز على ارصد نادي الزمالك وبنحاول للعمال والموظفين بقية المستشار المرتضى ان انت هتقبط كل المرتبات لكن عندك ارقام ارقام في كرة السلة ارقام في كرة طيرة ارقام في كرة اليد من اضافة الى الرقم الاكبر بلا شك في كرة القدم هتحقق بطولات ازاي وانت ما عندكش موارد هتحقق بطولات ازاي وانت ما عندكش الامكانيات المادية اللي دي عمل ده يمكن وصف المستشار انت مكتفني تكتيفة عدم وجود موارد او عدم وجود مادة داخل نادي زي ما لك ان انت تصرف بيها زي ما هو قال واحنا اكيد عارفين على السلة والطيرة واليد والمحترف هنا والمحترف هنا والمحترف هنا والمدير الفني الاجناب للكرة اليد والمحترف في كرة السلة والمحترفين في السيدات والمحترفين في الرجال بالاضافة الى كرة القدم انا اكلمتش بقى في كرة القدم والارقام في كرة القدم اللي اكيد حضرتكو تعلموا عنها سواء من جهاز فني بقيادة ميستر فريرة سواء للعبين معترفين سواء لمستحقات اللعبين يمكن يعني أنا دخلت في التقرير على طول عشان أنا عارف الأزمة المادية اللي بيمر بيها النادي ويمكن الأرقام عندي من ثلاثة شهر والمستشار المرتضى يقول لي إن شاء الله ربنا هيكرم إن شاء الله هيجينا حاجة من هنا الحاجزة هيتشال وما بلاش نخلي جمهور الزمالك يشيل الهم لكن خلاص فض بمجلس الهدارة الكيل وبالمستشار المرتضى منصور الكيل في هذا المجلس سلامات لبنت الكابتن مصطفى يونس اللي اضطر إن هو يستأذن من حضراتك ومننا وإن شاء الله إن شاء الله نطمئن على بنته إن شاء الله تكون سالمة غنمة يمكن هو قال في الفاصل أنا حسيت إن الكابتن مصطفى يونس اللي معايا في أول جزء مش هو الكابتن مصطفى يونس إن شاء الله نطمئن على كرمته وإن شاء الله تقوم بالسلامة إن شاء الله ونطمئن عليها ونكمل معايا طبعا الأستاذ محمد رجب ونكمل معايا الكابتن جمال عبد الحميد والأستاذ منتصر الرفاعي ان شاء الله ينضم إلينا الدفل الاستثنائي في حلقاتنا الاستثنائية اللي يمكن طوال الشهرين اللي فاتوا اللي احنا بنتكلم فيها بالمواربة عشان ما نقولش حجم المشكلة الحقيقي لجماهير نادي الزمالك ويبقى كلنا تفاؤل في المستقبل لكن عنوان كبير وعارف مدى اللي قاله المستشار المرتضى سواء في الضرائب أو في المياه أو في الكهرباء أو في الاتحادات المختلفة بالأرقام الكبيرة جدا سواء اتحاد السلة اتحاد اليد اتحاد الطيرة غير اتحاد المصري لكرة القدم غير مستحقات اللعبين غير مستحقات الأجهزة الفنية غير مستحقات الموظفين غير مستحقات العمال أرقام كبيرة جدا 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 في حجمه مؤسسة رياضية لنادي الزمالك كابتن جمال انا هبدأ بك قبل الاستثم منتصر لان انا عارف ان انت في مجلس الادارة وتعلم وكنت معانا يمكن في هذه الجلسة اللي يمكن كلنا كنا مضغطين فيها عصبيا وكلنا كنا حزنين للحالة المادية اللي وصل بيها نادي الزمالك بعد الحجزة على قرصته في الفترة الماضية هو كلامي هيبقى واضح وصريح هيالغات امتى يعني احنا اتصرفنا شهر بالزبط عفرنا وعفرنا زي ما قال وعفرنا تاني المستشار الملطقة بصراحة عفر تاني وشهر تاني طب الامال وموظفين يعني المستشار بيقدر على الال يجيب لهم فلوسهم شهرين ثلاثة وبعد كده يجيبها منين تاني طب ومستر فديرة الراجل اللي يجيب لنا دوري وكاس فرحنا وعايز يكمل معنات زملك على طول طب واللعيبة انا يعني انا كمان مش انا احمد مرتضى اول المسك الصلاة وكده وحضرتك المسك الماليات يعني من الصندوق سعقت معرفة ان الاتحاد السلام ما سجلش الناس عشان علينا فلوس طب قصتهم علينا يا اخي طب سجلوا عشان احنا احنا بنمارس رياضة ليه بنمارس رياضة ليه ورقبة المهنة الرياضية يعني ارقا عشان نفرح 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 ايه يعني طب احنا ممكن نقول نلغي الالعب دي كلها كم واحد يبقى عاطل وكم واحد يبقى هيوعد على القهوة وكم واحد هيبقى مش موجود صح ولا غلط طب احنا فاتحين كم لعبة احنا عندنا خالد كتير احنا كم اكتر من 30 لعبة اه حاجة وعشرين لعبة رياضية وخلي بالك بقى ارقام رمزية بالمقارنة من الاندوء الاخرى كابتن جمال يعني حتى الاشتراك يستهل فيه مساحة للشباب انهم يمارسوا الرياضة عندنا اذا كان احترافية ولا هواء بكم كبير جدا من الشباب والمدربين والاداريين والدكاترة وكل الناس الخصائط الاجتماع والخصائط الطبيعي وكل الحاجات دا زاد اللي بيخدموه بالعمال والامن كل دا هنفضل لغات امتى خالد حتى عذلك في حاجة عشان برضو نسهلها لكل مشاهدينا متعودت في رياضة والحمد لله الواحد في رياضة كمذيع او كعضو مجلس ادارة في الزمالك قبل كده او في اتحاد المصري وكرة القدم ان الميداليا الاولمبية بيساوها بفلوس بمعنى ان بيقولك ان الدول المتقدمة عشان تقدر تحقق ميداليا اولمبية لبلدك بتساوي كذا الف دولار فتخيلوا حضراتكو لو احنا قسنا بمستوى اقل السبع كؤوس اللي احنا جيبناهم اين اهو عشان تجيب كاس في البطولة هتكلف كام او هتصرف كام عشان تحصد اللقاء دا منتهى البساطة والسولة احنا ممكن نلغى نخليها العفر دا اجبناها فلوس وخلاص اللي هي الميدالة زينما احنا بنفتح قاعدة كبيرة جدا من الشباب احنا طبعا والاهلي والاسماعيل والعديل الكبيرة الشعبية بتفتح قاعدة للشباب وبعدين غير كده كمان احنا اتكلم في الوطنين مهمين جدا اول حاجة انت بتلوه محمد مرتضى هو محمد مرتضى مجابلين للبطولات المكان الفلوس موجودة من جار حجز وجاب لعيبة وخد كل البطولات وكنا كلنا شايفينه بيقعد على الارض وبيجري على السادات هنا وعلى الوصالات المغلقة هنا عشان يجري ورا الفرق وخلى الالعاب السبع تمن قوص اللي وصلوا هنا والدروع كلنا بنشكر احمد مرتضى عن المجود اللي عملوا المايده اكتفت وبقاش في فلوس مستشار المرتضى قالها دلوقتي قال لا هي بقى تهرم واحد بيشتر يعني واحد في الجامعة واحد بيصرف على اولاده من عنده مسئوليات ما بيخدش فلوس هيعمل ايه هيهرم لا 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 احمد مرتضى لا لا لازم نشوف حل ايه اديني فلوس اديني اللي فك الحجز وانا جيب لك احسن لعيبة ده احنا جيبنا احسن لعيبة في الكورة وفي البسكت وفي الطايرة وفي الهندبول وخدنا كل بطولات لان الفلوس كانت موجودة وبعدين احنا 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 مش معاناش فلوس احنا معانا فلوس بس محجوز عليها احنا معانا فلوس المستشار المرتضى منصور ومجلس دارة ادروا يجيب فلوس وموجودة في البنك بس محجوز عليها مش هادر يطلع مليم احنا خلاص وصلنا للسفر فالغاية امتى هنبقى كده الغاية امتى ابقى أتساءل خيل لو قلنا مثلا مئة مليون زيم الكاو على الوطن العربي كله الوطن العربي انشو كلم على مصر في مصر والوطن عربي كلهم بيبقوا سعدة جدا ما زيمالك حققبوا طولها والمئة مليون التانين او المئة عشرين مليون التانين بيبقوا سعدة جدا ما لإهلي حققق بطولها صح صح إذا أنا بنكد على 100 مليون 100 مليون مصري في كل أنحاء العالم ودخل مصر في الوطن العربي كله لغاية إمتى وانت لازم يبقى في حل لازم في حل الحل ده فين بقى نفسه عرف الحل ده فين في إيد مين علشان الموضوع يتحل لأن كده كتير ما انت لو جيت ديته فلوسه ما هو أصلا بيقوله خدها بل كده طب والجامعة العمامية قالت ما تدوروش فلوسه يبقى انت هتروح كمان هيتحقق معاك عشان بتدي الفلوس عشان تخلص الحجز وانت أصلا ما خده مبل كده وكامعينة مهمية لك ما تدوروش انت في لغز ملوش حل غير ان فعلا لازم ينسولين يتدخلوا السعادة جمهور الزمالك من سعادة المصريين طبعا طبعا قاعدة كبيرة جدا من جمهور الزمالك تبقى سعيدة بالبطولات دي طبعا فربنا هوافة ان شاء الله وتتحل واكيد ليه حل مش ممكن ان نبدأ ان شاء الله عكية وبعين المستشعون ملطاة الارسل قال انا كنت بجيب لعيبة ومعايا فلوس والدنيا ماشية دلوقتي انت جيت كتفتني كتفتني ورمتني في المحيط وانتلي عدي وحطيت حجرة على ظهري وقل عدي ماشي هامشي هامشي كم متر مئة متر مئتين متر هفضل برجلي آه لغاية ما في الاخر هغرق طبعا ما يغرق مئة مليون مصري زي ملكاوي هيزعلوا هيتنكدوا وحنا عايزين نسعد زي ما الرئيس السيسي ساعد المصريين كلها بالانجازات دي برضو نتز ملك يعني محتاج يبقى جمهوره يبقى سعيد نفك الحجزة علشان العمال واللعيبة والموظفين والامن والمدربين والمدربين اللي بيستحملوا وانا بشكر من هنا كل اللعيبة بشكر كل اللعيبة اللي في اللعب كلها انها مستحملة وعارفة ان هي كل المدربين اللي في النصات الرياضي طبعا وبشكر كل العمال انه هم مستحملين برضو وبيستنوا لغاية يوم تمانية ولغاية يوم عشر لغاية ما نتصرف فبشكر كل الناس كلها مستحملة ستستحمل الحجر والتكتيفة لغاية امتى خالب مئة متر مئتين متر تنتمئة متر وفي الاخرى تغرأ في الاخرى تغرأ فانت هتستحمل غاية امتى اكيد لازم يفيد حل عشان كده هو قال القادم اسوأ اه وما تلومنيش بقى عن نتائج انت بتلومني عن نتائج ليه ادييني الماديات واجبلك نتائج انت كنت طلبت الصفقات جبنا الصفقات كان معانا فلوس دلوقتي مفيش ما تلومنيش بقى ان انا ايه اخصر فريق اثنين ورا فريق ثلاثة مكورة مكسب اخسارة ورغم ذلك معيش فلوس ورغم ذلك بقى دي بقى دي وعايش وبجاهد وبعافر ومنت تبقى ضدي دا ليه حق بقى يقول ان فيه ناس بتدعي ان الزمالك يقصر اللي هم الالف واحد دولار الالفين واحد المتزملكين الزمالك يقصر عشان نصاد المستشار نصاد مجلس دارة نصاد اللعيب نصاد النادي ونخش نخرب النادي ويخربوه يعني انا بصراحة لذا الرسالة جاي يقول الجماهير كلها في ظهر المستشار والجماهير بقى جاملين الكورة الرسالة اللي جاي دي وقل السنهوري بيقول الجماهير بقى مش اعضاء بتقول للاعضاء اقفوا جنب المستشار تخيل جماهير الكورة دلوقتي بتقول للمستشار اقفوا بتقول للاعضاء لو سمحتوا اقفوا جنب المستشار جنب مجلس دارة انا عندي رسال كتيرة لكن احابة بسمع متأكد كابتك خالد أنا حزين جدا يعني نحن حال نادي الزمالك كمؤسسة رياضية وقلعة كبيرة جدا يصل بها الحال إلى هذا الحد بالشهر مرتضى منصور أطلق يعني صرخة قوية من خلال قناة نادي الزمالك على مدار أكثر من شهرين هنا كان بيطلع تقريبا كميسة الجمعة بحى صوته وهو بيعرض مستندات بالتواريخ وبالأرقام وبالشكات وكل ما هو يعدد موقفه إنه هو ممضوع عباس حصل على فلوسه مرة واثنين وثلاثة لدرجة من الرجل يعني المشهر مرتضى منصور تحدث بصفة رجل قانون كبير قال يا جماعنا المستندات دي أو يا المسؤولين المستندات المعرضة دي يا إما تحتمل حاجتين يا إما هي سليمة تعالوا شوفوا حق نادي الزمالك فين لأنه ده مال عام أنا مؤتمن عليه وما أسهل لأي حد مكاني ولا كشتري دماغي ولا ياخد ياخد واللي ما ياخدش ما ياخدش إنما هو عشان بيحمل أمانة على كاهله ويفعونه من الجماعية العمومية عضاء النادي اللي منحوا أصواتهم الشريفة في الانتخابات اللي فاتت واللي قبلها على مدار الراتات أربعة دورات قبل كده بيقاتل حتى آخر الرحزة على كل مليم داخل خزنة نادي الزمالك وده سر عظمة نادي الزمالك في عهد المشارد مرتضى منصور اللي بيمتلك يعني مقدراته عنده موارده عنده غني بالموارد ومشارد مرتضى منصور نجح بخبرته ينعش خزائنه فبالتالي النهاردة نادي الزمالك عاد قوي عاد ذوهايبة عادت له البطولات عاد صرح عملاق إنشائيا على جميع المستويات على جميع الأصعادة يبدو أن هذا اللي حدث في نادي الزمالك اللي انتفاضة العملاق مرة أخرى من 2014 أقلقت الكثيرين فالنهاردة شفنا محاولات كثيرة جدا لعرقلة المسيرة محاولات كثيرة جدا لجر شكل المشارد مرتضى منصور ومش بيجر شكله على المستوى الشخصي إنما هم بيتحرشوا بنادي الزمالك إما عايزين يسلبوا حقوقه في المنافسة الشريفة في المستطيل الأخضر أو في الصلاة والمادين الرياضية إما بتحاول تجعل حق نادي الزمالك في حاجات كثيرة جدا أخيرا تجمية أرصيد التبنى دي في البنوك فمجرد المشارد مرتضى منصور نجح في إيجاد موارد مالية قوية لنرغم الراجل أو هو ومجلسه المؤقر بعد انتخابات نادي الزمالك بعد السنة بتاعت اللجان اللي فاتت كان جاي الخزينة وحضرتك أمين صندوق كانت خاوية على عرشة يعني بالضبط فالنهاردة أنت جاي النهاردة تحجز على أموال نادي الزمالك عشان أقلقك عودة نادي الزمالك مرة أخرى قويا بعد ما كان هنا على شاشة نادي الزمالك المؤقرة فيه شريطة واسترابة محطوطة على الشاشة بيقول لك يعني بينجده جمهور نادي الزمالك أنه تبرع للنادي وشوفنا حتى فيه حاجات حصلت قبل كده مشابهة قبل وجود المشاور مرتضى منصور طب النهاردة انت وبتبشي في الشارع كبتن خالد شيء محزن للغاية لما تقبل مشجع الزمالكاوي حاسس بالقهر وحاسس أن نحن رحل سيناريوهات العشرية السوداء مع ممضوع عباس مرة أخرى النهاردة حاسس أنه السنة اللي جات فيها اللي جان اللي برضو حطوا شريط زي ما قلت اللي هو ما فيش فلوس ومش عارفين نجيب موارد ومش عارفين نجيب موارد ومش عارفين نجيب أنه كان من بينهم اقتصاديين وناس بنكير وناس يعني ذو يعني عندهم مكان اقتصادي إنما فشلوا في إدارة هذه المؤسسة فبالتالي نهاردة أنت زي توقف يا سوز محمد مشار مرتضى منصور عن المضي قدما في أحلامه وأنا زي ما قلت لك من قبل كده باتصالات كنت في أحد الفنادق الكبرى وأحد العاملين في الفندو قال لي أنه في شلة معينة موجودة أول ما جيه رجع قال لك هو احنا هنسيبه كده فهو احنا هنسيبه هو وولاد ورجعين تاني يقشوا كل البطولات السبع بطولات اللي انت خدتوه كان نادي الزمالك من انت بيجمع بين دوري وكأس طائرة كان من امتى نادي الزمالك 12 بطولة و14 بطولة لفريق اليد 14 بطولة لفريق كرة القدم من 2014 كان انت انت ما تجيش تقرر لي بالمنافس اللي هو عنده كل حاجة اللي هو لبن العصفور بتوفر له اللي هو لما بيقول اي كله بيجر عليه يسند ويدعمه انما بقرنك بالفترة بس رجع بالفترة اللي ما قبل المشهر مرتضى منصور فده هو الفارق النهاردة كل المحاولات لعرقلة المشهر مرتضى منصور هي لوائد نادي الزمالك مش للمشهر مرتضى منصور لان اعلمه جيدا مدى عشق هذا الرجل لنادي الزمالك مدى دفاعه دخوله في حروب مستمرة من اجل نادي الزمالك يخطئ من يظن ان الخناء الشخصية ما بالمشهر مرتضى منصور وكله من يتربصون به وبنادي الزمالك الخناء اساسا على نادي الزمالك اللي المشهر مرتضى منصور هو رمز الهرم او قمة الهرم الاداري على هذا الكيان العظيم نجح في اعادة الهيبة والبطولات واحدى الثورة انشائية غير مسبوقة بتخدم جميع المتخبات الوطنية مش عايزة طالعي عزيزة محمد رجب بس عايزة اقول الحاجة التانية صناعة وانت حضرتك رجل في المجال والكابتن جمال والستاذ محمد رجب النهاردة صناعة الكرة او صناعة رياضة في البلد بالتأكيد لازم يبقى نادي الاهلي من قناة نادي الزمالك يبقى قوي لازم نادي الزمالك يبقى قوي نادي الزمالك يبقى قوي نادي الاتحاد يبقى قوي عشان انا يبقى المنتج بتاعي والتسويق قوي فبالتالي ده بينعكس على المشكلة على المنتخبات الوطنية بدل ما احنا كل منتخباتنا مش موجود طب النهاردة نادي الزمالك انت النهاردة مش هتدوله فلوس او الناس بتربز بي تحجز على فلوسه فبالتالي النهاردة حينهار طب النهاردة النادي لها اللي عم حيبها بطل الابطال ما عندناش مشكلة هيقدم 3 اربع العقيبة انما باقي لها اندية كلها منهارة فحتلاقي كله بينعكس على المنتخبات الوطنية فبالتالي النهاردة الدوري بتاعك هيقال زي ما بيقال في المنطقة العربية إنه الأضعف تسويقياً والأضعف فنياً وأضعف في كل حاجة أكيد صانع القرار أو المسؤول لازم يبقى عينه مجرداً من كل الانتماءات والألوان ويخلق منافسة شريفة حيادية فيها عدالة في التسويق والبث الفضائي والإرادات والموارد وكله بلا شك السيد محمد أنا زلت حريك للآخ والله يا سيد خالد وأنا حزين جداً لأن بالطريقة الصحفية عشان الجمهور ما يتوش هننخص المشهد في جمل كمان الفلوس اللي بيدعيها ممضوع حباس على مرتضى ومنصور شخصياً لا طيب عمل بيها إيه ممضوع حباس للنادي الزمالي ولا حاجة هاتلي منشأة هاتطوبة هاتلي أي حاجة اتعملت بفلوس دي نمر الثلاثة هو مرتضى منصور لما بيجي نادي الزمالك وبياخد بطولات بتحصل الهجة دي ليه في مصر لمصباحة مين مؤسسات الدولة تعزين سلام ولا يمكن التشكيك في مؤسسات الدولة حباً ولكن هناك أفراد يا خالد أكيد هناك أفراد من مصطحتهم هجم القدعة البيضاء احنا من زمان احنا مشجع الزمالك على مدار خمسين سنة الزمالك مستقر بياخد البطولات الزمالك تسع سنين بتاعت مندوح حباس ايه اللي حصل فيها انهيار انهيار في المنشآت انهيار في البطولات انهيار في كل شيء بطولة وحيدة بطولة كاس وحيدة ومظروفة معروفة لأن أنا كنت حاضرها بكل مطشطها يعني طيب وفي عهده محمد صلاح كان جايز زمالك يا خالد وعلى يدي واخد بالك واتقال عليه ده يا رجل أعرج برجل واحدة هيا محمد صلاح نجم العرب ونجم العالم ابو تريكا مش عشان عشر تلاف جنيه فرق في العقد ها طيب انت عملت ايه بالفلوس دي اللي بتطالب بيها النهاردة المسألة مش هو منضوح حباس محتاجة اتنين واربعين مليون يا خالد ولا خمسين مليون المسألة شخصية بحتة شخصية بحتة طيب لو وقع الزمالك مين هيجي انت يا منضوح ما احنا جردنا محمد جمهور الزمالك جرد وقبل تسع سنين مش سنة ولا اتنين ولا تلاتة تسع سنين طيب عايز بين تاني التانيين يا خالد واحد واحد نزلوا الانتخابات كلهم وسقتوا مرفوضين من الجامعية العمومية طيب انت بتعمل ده كله عشان النادي معين طيب زي ما قال منتصر النادي ده خد كل البطولات احنا انت عايزاننا مثلا هي مكادش على سبيل السخرية لما حد قال الزمالك يلعب في الدورة للسعودي ولا الدولة الاماراتي اه انت وصلت الجمهور الا انه مش عاوز تلعب في ارض مصر في ارض الوطن وبعدين مشغل شوية لجان وشوية عيال طلعة يعني الواحد يا خالد وانت عارف يعني يعني الواحد زي دول ما كانش يعني يعني يعطل من شرع الصحافة ها ان احنا كنا مدرين تحرير اكبر جديدة في مصر طبعا ها واحد زي دول بيجاد طالع يتكلم ويتهكم علينا كلنا عيل ملوش لازمة لجان مأجورة طلعت هاجم في نفس الزمان طيب مرصدها منصور كل اول شهر هيدفع نور ولا قهربة ولا غاز ولا مرتبات لعيبة ولا معمال ولا موظفين ولا ضرائب ولا تأمينات ولا نقابة مياه رياضية ولا تحادات ولا مستحقات لعبين وبعدين الاول مرة شوف رياضة الجلزة فنية دولة بتاخد فلوس عشان تأيد لعيب الله ما هو انت بالندي ده بيقدم في الاخر لعيبة المنتخب طبعا وبياخد المفروض المفروض يعني بياخد حاجات رمزية عشان تساعده في اراداته انما مش ارقام ماشي يعني دعيب قد نبي هاخد الف دولار الفين دولار الفين دولار النهار ده ماتبقون بالمصر باوراق باوراق واخد بالك فيها خالد مؤامرة خلينا ان يعني الامور تبقى واضحة الزمالك قابب وطالع لازم ينزل طب ينزل ازاي؟ وجود مرطلع منصور معناه ان الزمالك فلع لفوق يبقى لازم مرطلع يبعد عن المشهد يبعد عن المشهد طيب اعمل ايه استفزه مرطلع منصور مهش نبي بشر زينا له ما له وعليه ما علي اكيد هو اسلوبه يا خالد منو احنا طلبه اه نرفز وبعدين مشاكله كلها مش شخصية يعني انت لما تيجي تشوف مشاكل مرطلع منصور تعمل لها ارشيف يا الوطن يا الزمالك ها المرطلع منصور حد يقول عليه خد هداية من حد لا استحالة ها المرطلع منصور حد معلم عليه في حاجة استحالة انما مرطلع منصور بيطلع فيهجموه اعداء الوطن لبرا مصر يهجموه الجماعات المحزورة يهجموه اعداء الزمالك او المتزملكين او اللي يتدخلوا الانتخابات وصقته فانا عايز اقولك ان المسألة لما يبقى فيها علامة استفهام يا خالد تعلمنا كده في الصحافة لما يبقى فيها علامة استفهام حوالين موضوع معين انت بتدي الفرصة للشائعات والتكاهنات والكيل والقال انت النهاردة فيه علامة استفهام كبيرة مرتدى منصور الاجهزة الرقابية قالت له الراجل خد فلوسه فما انا لو دفعت الفلوس دي هتحاك هتحبس يا جماعة مش ده قالب بالقانون لاو ده فيه قرار الجماعة عمومية ده غير الجماعة يعني الجماعة عمومية على العلم الراس انما انا النهاردة لما اجهزة رقابية انا قصدي ان الاجهزة رقابية وهناك قرار كمان من الجماعة العمومية طيب انا بقى اخالف الاجهزة الرقابية واخالف الاعضاء الجماعية العمومية وهدينه الفلوس طيب انا سكة كبيرة في الاستقناف ان شاء الله ان شاء الله قضاء المصر بلا حدود وان حدست اخطاء في بعض الاوقات اللي الاستقناف بيصلح وعشان كده فيه درقات بالزبط كده فانا عايز اقول ان اه ترك المسألة بهذا الشكل والرجل يطلع يقولك لو انا غلطان احبسوني لو المستندات دي مش صحيحة احبسوني الله خاصة مع الموضوع لو الراجل التاني هو اللي صح احبسون انا لو انا اللي صح حكموه هو الموضوع انتهى يا خالد الموضوع انتهى واخد بالك فانا النهاردة انا زي اموتتدك قبل كده يا خالد انا كصديق له انا بابقى خايف عليه لاني مفيش باشا لاستحمل بارتضاء المنصور بسرعة واخد بالك وبقوله سيب الدنيا لكن انا كذا ملكاوي انا بقوله سيب الدنيا ومشي وانا قلبي بتقطع لان انا عارف ان مرتضى المنصور اول ما يمشي الزمالك وقع الزمالك وقع وشامت الشامتون خارج مصر ودخل مصر هناك من يتربص وينتزل الفرصة للقضاء على مرتضى المنصور بس مرتضى خلي بالك ما بيعرفش الهزيمة وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا كبير وربنا لن ينصر الظالم ابدا الحق يمكن يتأخر شوية لكن الحق اتم 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 ان شاء الله وقال الناس اللي كانوا مرشحين نفسهم حالفهمش الحظ اتكلم بصراحة انت دلوقتي كنت الناس اللي كانوا ضدنا يعني الناس اللي هم كانوا مرشحين قصادنا والبيت السبعين انت كن عندك برنامج ان زمالك ياخد بطولات كنت احضر برنامج ان انت هتجيب احسن لعيبة كنت احضر برنامج ان انت اطنع بتعمل النادي شيء جدا كنت احضر برنامج ان انت تدفع فلوس اضخ فلوس فالبرنامج دوت حلو جدا للمرشحين كان هنا وهنا فانت الناحة التانية اللي كذبت فالحاجات اللي انت كنت عايز هتعملت ليه اكره مش انت كنت تدخل عشان تخلي النادي كويس طم اللي نجح خلي النادي كويس جاب احسن صفقات خد دوري وكاس خد كل بطولات اللي صلاة عمل النادي شيء جدا كل حاجة بقت كويس انت ليه بقى ليه زعلان انت كنت عايز انت عايز تعمل كده ليه بقى زعلان ما تحط يدك في يده انا فعلا انت نفس اعمل كده وانت عملت يبقى انا معاك لان انا انا داخل عشان انا ازبط النادي انت ازبطته يبقى نزم الكوي اما اجي افشله بقى يبقى نزم الكوي يبقى انا كنت داخل عشان ازبط داخل عشان نفسي نفسي لان لو داخل عشان ازبط وليت القصادي نجح وظبط النادي في كل حاجة ساحتها روح له جري برافو عليك انا كنت عايز اعمل كده فانت عملك فانا معاك اللي انت هتطلبه مني انا معاك انما الاسف اول ما المجلس نجح قضايا وانتخابات بطلة وحجز وسوشيال ميديا ناس معجورة عملت تشتن في الراجل تشتن في النادي بيستنوا الهزيمة طب انت كنت عايز تبقى في المجلس علشان تتهزم لا عشان اكسب طب ما زبالك بيكسب عايز تاني فانا ده ده لغز غريب ان ليه تبقى ضدي انا نجحت والجمعين هم ايه قالت انا ويه 12-0 يعني الـ 12 كلهم بتقول القايمة كلهم نكحوا يعني لو اتنين تلاتة دخلوا فوسطيهم عادي ان بدأ الـ 12 نكحوا حيزا الجمعين هم ايه عايزة ادولت يبقى ليه عايز تفشلنا انا عايز بالحاجة هو مين خصوم المستشار مرتضى منصور يعني هما مين خصوم نادي الزمالك لانه النهاردة انت زي ما قلت لك انه مستشار مرتضى منصور يعني احنا من هذا المنبر احنا بنتحدث بارقامه وحقائق المنشأة او الكيان الكبير ده كان في عهد المجلس السابق لتولي المشار مرتضى منصور في انتخابات نهاية مارس 2014 كان على مدار اكتر من التسعة سنين على تقريبا عشر سنين مجلس مجالس ادارات السيد منذ عباس فكانت فشلة بكل المقرس بكل ما تحمله الكلمة من معانن يعني فالنهاردة انا زي مرتضى انا جبت رجل اعمال يقود هذه المنشأة بدأ انه ينجح هذه المنشأة هو فشل المنشأة فشل زريع بل واهضر ملايين الجنيهات على لاعبين يعني مشوا من نادي الزمالك بعد مطش ومطشين وتلاتة او شهر او شهرين اكتر واحد قعد سنة اوخد عقده كامل بشكاه في الفيفا تحمل تبعاتها مجلس المسشأة المرتضى مصر لما جيه بسداد اكتر من مئة مليون جنيه مصري بخلاف انه كمان نجح انه يعني في درجات التقادي في الفيفا انه يحفظ ملايين كثيرة من تقريبا اربعتاشر لعيب اجنبي نجو نادي الزمالك في عقد السيد منذ عباس ومشيوا وسببوا النادي وكانت البنود في التعاقدة كابتن جمال انه النهاردة اللعيب اللي انت تتأخر عليه شهر او شهرين ياخد عقده كامل فبالتالي كانت كل اللعيبة بسم الله بشاء الله بتجي تترازيت عندنا هنا تتفسح وتاخد تلعب ماتشين ثلاثة ويتقلوا على الله يمشي ياخدوا عقدهم كامل اجوجوا على كل الناس على رزاق على كله كله كريم الحسن ومش عارف مينه مهمية فدي حاجة الحاجة التالية النهاردة انا كدولة زي ما بقول مرة واثنين وثلاثة انا جبت الراجل ده ينجح المشاكل الراجل ده فشل فشل زريع اخدق من جيبه فلوس على النادي احنا مش عارفين يا راحت فين يعني انا كرجل صحفي مش عارف الفلوس ده راحت فين لان انا ما شفتش نتائج ليها طب انت بتقول لها صرفتها على النادي فين يا فندم صرفتها في ايه حضرتك صرفتها على لعيبة جابت مطولات مفيش مطولات صرفتها على منشآت مفيش منشآت قعدت تسع سنين رئيس النادي ومجالس ادارات راحة ومجالس ادارات جاية ايه الحسن اللي في النادي زي ما يكون فيش حاجة خالص يبقى المفترض من باب اولى انت راجل ارتضيت انك تبقى رئيس النادي بالتعين لاكثر من دورة تمام فبالتالي نهاردة صرفت فلوس وبالتا مالكش حاجة في النادي لان انا ما اقولش ان انا شغال اصنف اخط شكات واده واقول ده انا مدين النادي والكلام ده كله ده يعني بالبلد كده عايز اقول حاجة اه انا بعتب على بعض من اه جمهور نادي الزمالك وانا يعني اتمنى انه يكون الناس ده يعني بيحبوا نادي الزمالك فعلا من قلبه النهاردة بشوف جمهور النادي الاهلي واقف وراء ادارة نادي في جميع الحلقة كابتن جمال بيساند وبيدعم لدرجة انك انت النهاردة تنتقد اه شخص في ادارة اه النادي لموقف ما يقول لك انت بتغلط في النادي الاهلي احنا عندنا في نادي الزمالك البعض بينظر والبعض يتصور انه دي اه خناقة شخصية وانه اه انت ملك بيهم وانت ست المشهور ملكش دعوة بيهم وركز في نادي الزمالك عشان قناة متتقفلش وزي ما وقال في الفيديو ده وعشان نادي الزمالك من غيرك حيقع فاسيب النادي هو امتى المشهور مرتضى منصور يعني مثلا لما اقول اه احد الاشخاص المشهور مرتضى منصور بيتكلم في حالة هو عشان بيحب يا كابتن جمال السوشيال ميديا تهتف له بتاعة ناديه فطلع كتب بوسط وتحرش بنادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك وبتاعه الكلام ده كله عشان الجمهور تهتف والله وبتاعه الكلام ده كله ورئيس نادي تاني عجبه الحكاية هو ما بيتكلمش بس شايف كل الناس بتغلط حواليه عمره ما طلع بيان واحد يقولك يا جماعة عيب احنا نادينا مش كده احنا ملناش دعوة احنا خلينا نبص في ورائتنا مفيش بياني واحد ربنا طلعه اذا انت موافق على كل اللي بيتكتب وانت قلت قبل كده انه الفيديو اللي تشيل لازم ينزل على كل الصفحات طب فين المبادئ وفين المسل وفين الاخلاق طب النهاردة الكابتن عيسام الحضري مرة كابتن خالد طلع قال انا مش عارفة حزين على الست شهر اللي عبتوا في نادي الزمالك وانا لو عاد بيها كده علاقة مش شايف مرتضى منصور في عسام الحضري بيقابله واسام بيبعد بوس ويحضن ومش شايف مرتضى كل الناس بتحبه على المستوى الشخصي النهاردة قرر لمجرد انه عسام اخطف حق نادي الزمالك انه يعاد عسام ليه هو عادة مرتضى منصور عادة نادي الزمالك وكيس على هذا المنوع كيس اي حد بيجي جنب نادي الزمالك بتلاقي المشار المتضم مصور حائط صد منيع ليه بيحفظ هيبة نادي الزمالك وكله عارف ان المشار المتضم مصور رجع هيبة نادي الزمالك ابواق اعلامية كثيرة جدا كثيرة جدا بتشتغل لمصلحة نادي واحد النهاردة كابت الجبال كان بيتكلم حتى على بسوي الكرة وانه احد المدراء الفنين للمنتخب الوطني ملقبش مباريات عشان يخدم النادي المنافس قال لك ان عايز اراح اللائبة ودخلين على قبل نهاية افريقيا وضحب منتخب مصر والابنة تصنيف تاني وقابلنا المصنة في الاول في افريقيا السنغال وبركالية الجزاء مصعدناش فالنهاردة انت فين المصلحة فبالتالي النهاردة دايما لما نشار يجي دافع النادي الزمالك وتصدى لهذه الابواق الاعلامية تيجي تلوم عليه تيجي تقول انت كجمهور زمالك مفترض انك بتحب الكيان ورا ادارتك ورا نديك ورا الرمز بتاعك اللي بدافع الكيان اللي انت شفت لما هو ما كانش موجود احد المسؤولين في النادي المنافس دخل جوه صالت النادي قال لك كابتن نادي اطلع برا حصل ولا ما حصلش كابتن اه ايو فاكر ده كان نادي الزمالك حتى لو كانت تخذ موقف فيها في هذه الواقعة انما انت فينها خسرت المطش وخد مقطة انما ده ما ما كانش هيحصل لو المشار المتدى مصور موجود تمام؟ بكلمك في حتة ان المشار المتدى مصور دائما رد فعل دائما رد فعل يعني دائما رد فعل ضد اي حد بيتجرق ويحاول المساس بهيبت نادي الزمالك وكان وهو القصة زي ما انا شوز محمد رجب ان هم مش عايزين المشار المتدى مصوره على رأس ادارة نادي الزمالك يعني هم عايزين يروح اي حتة تانية غير نادي الزمالك لان نادي الزمالك لما بيكسب بطولة الناس التانية بتتألم وتتوجع وجماهيرها بتصور فازاي نبقى احنا اصل حاجة نكسب وما بقاش في منافسة انه الرجل ده ما بقاش موجود على رأس ادارة نادي الزمالك وده الهدف والمبتغى فهي جمهور نادي الزمالك العظيم رفقا بمجلس ادارة نادي الزمالك اه اه عايز اقول لك لسيد احمد مرتضى عيده مجلس الادارة جاب اربعة وستين صفقة ما بين تجديد لعيبة لما كانت الفلوس موجودة ما بين خد لعبات من قلب النادي المنافس في كل الالعاب والنادي الزمالك خاتت بطولات في اليد دوري وصبر محترفين وكالصبر تمام خسر شغر مباراة لعبت في الضلمة في اللايجر مباراة واحدة وفارق هدف اللي هو كاس الصبر الافريق اللي رح نكاس عالم وكلنا شوفنا ظروف البطولة العربية فكانوا احمد مرتضى حلو وعشرة انما النهار ده تتجي تاخدوا فلوس من نادي الزمالك وما يبقاش عنده القدرة على انه يصرف على العاملين والموظفين واللعاب والمدرأة الفنين والاجانة وعندك اتحادات محترام شغالة جباية ضد الاندية كلها مش نادي الزمالك اقسم بالله كابتن كل الاندية بتقن وتتألم من الفلوس يا كابتن جمال اللي بتدفع لخزان الاتحادات فقد لعبين والرسوم وحاجات ده كلها وما بتديش النادي اي حاجة في حالة انه يكسب بطولة انت بتدي ايه للنادي ده النادي هو اللي بصف على اللعيب وبيجهزولك كل حاجة على الال خلي يعني خلي فيه شوية ايه اه يعني رفقا بالاندية في هذه الظروف الصعبة ولازم الوزير المحترم الدكتور قشف صبح يتدخل في هذه المسألة ليحفظ للاندية حقوها في لعبتها لانه لا يليك النهاردة انك تجيب طب النهاردة مجلس الدارة تعاقد مع محترف امريكي اللي هو توتولوي ده وجه انت عملت اللي عليكو زيادة احمد مرتضى ومجلس الدارة مشهور مرتضى طب النهاردة انت روح تحاجز على الفلوس فاللعيب مش تجي تحاسب مجلس الدارة يعني انا جبته ليه لا انا مش عاوزه لا اه يعني انا جبتك انا رئيت اجيبك اكبتك واجبتك واتعاقد معك واجبتك ده واجبتك اشتغل ريحت الفلوس اللي حد ده وروح تتحجز عليها انا عمل ايه اخطر من كده خالد اللي جايد هو ده اللي لسه هنتكلم فيه اه لكن انا برضو عندي رسال كتيرة جدا هقول لحضرات بعض منها بعض الفاصل عندي رسال كتيرة جدا من اعضاء الزمالك وجماهير نادي الزمالك اكيد هنتبعها ونحن في انتظار الدفل استثنائي يعني نتبعس معاه ايه الحل زي ما قال استاذ محمد رجب زي ما قال الكابتن جمال والاستاذ منتصر في الفترة القادمة لان بناء على الوراء والقلم هو القادم اسوأ بلا شك نظرا للعجز المادي الشديد جدا والحجز على ارسل ذات النادي انا هنأخذ واحد يمكن استاذ ماجد الهواري نقضنا الرياضي قال لي يا كابتن خالد الحجز هو هو العزل هو هو الحل بس المسمى او الكلمة مختلفة حل مجلس الادارة تساوي عزل الرئيس تساوي الحجز على ارسلت نادي الزمالك ده الاستاذ ماجد الهواري وليس هقول كتير جدا مع دي الفاصل مشاهدينا الكرام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة